موظف اسمه بول شغال في السينما بيقرأ كتاب عن الظواهر الغريبة محدش عارف سرها لحد الوقتي زي المستعمرة رونوك وكلمة غريبة اسمها كرو آتون والناس كلها مستمتاع على الفرجة للفيلم فجأة الكهرباء بتقطع ولما ترجع يكتشف بول ان كل الناس اختفئ ومش باقي منهم غير هضومهم ينزل المول يحاول يدور على حد يلاقي شرطي واحد بس المتبقي وهم اللي اتنين مش عارفين ايه اللي حصل ويقعدوا يدوروا على اي حاجة يفهموا بيها اللي بيحصل وفجأة كشاف النور بتاع بول بيضعف ويشتغل يلاقي الشرط اللي متبقي معاه هو كمان اختفى ويضعف النور ويلاحظ ظل راس غريبة وتهجم عليه دكتورة اسمها روزميري برضو ما تلاقيش في المستشفى غيرها وكل الناس حواليها اختفت حتى لاطفال الرضع وتلاقي واحد يعاني مريض بيتعمله عملية قلب مفتوح بس الدكتورة اختفوا وهم في وسط العملية الراجل فايق وبيقول ساعدوني وفجأة الكهرباء تبدأ تضعف تاني ويختفي كمان المريض وليها طفل رضيع تقعد تنادي عليه بس يعاني اختفى هو كمان مراسل تلفزيوني اسمه لوك بيصحى الصبح يلاقي هدوء غريب في البيت ويلبس كالعادة عشان ينزل الشغل برضو ما يلاقيش حد كل اللي بيلاقيه هدوم بس وظل حتى لما يفتح الجرنان يلاقيه بتاع مبارح وينزل الشارع وتحصل له الصدمة الكبيرة هو ايه اللي بيحصل الناس كلها راحت فين وطيارة فجأة من وراه بتقع وتنفجر ويروح الشركة اللي شغال فيها برضو ما يلاقيش حد يحاول يستخدم التليفونات برضو مش شغالة وفجأة يلاحظ ظل لحد بينادي عليه ويروح وراه مش عارف المخاطر اللي هيقع فيها بعد ثلاثة ايام من اختفاء الناس بيحاول لوك يتأقلم على الحياة الجديدة ويقضي حياته يدور على البطاريات والكشفات عشان ينور بيها في الظلمة وكمان يحاول يدور على العربية يتنقل بيها احسن من المشي على الرجلين وفجأة يجي له حد يحاول يستنجد به ويطلب منه كشف عشان مايموتش ولكن يرفض لوك عشان مايشدش الظلال ليه ويجي يهرى بعيني بس الظلال اتمكنت منه وتظهر طفلة لاحظ لوك ولكنها تمشي بسرعة بيلاقي لوك اخيرا عربية وشكلها شغالة ولكنها ما بتضرش فياخد كل اللي في العربية من شمريخ ومسدس بس مش عارف هيحارب ظلال ازاي بمسدس ويلاقي كازينو شغال ويدخله مايلاقيش حد برضو ويستغرب الاضاءة دي كلها منين شغالة يقعد كالعادة ياخد البطاريات ويقعد يشرب كاس مكتوب عليه يوم سعيد بس ده كان زمان الكهرباء بتضعف تاني ويلاقي لوك شاب اسمه جيمس بيهدده بالسلاح وكمان كان هيموته بالغلط ويقول له لوك لو قتلتني مش هتلاقي حد تاني يساعدك يا غبي يقول جيمس اللوك ان الكازينو بتاع امه وانها خرجت وثبته عشان شافت ضق في الكنيسة فقررت تروح هناك يمكن يكون ده الحل الوحيد ويقول له المولد اللي شغال في الكازينو كويس بس السؤال فيه بنزين قد ايه ويقول له جيمس امي سبتلي يكفيني كم ساعة ويقول له لوك احنا لازم نمشي من هنا ده احنا لازم نمشي من المدينة كلها ولكن جيمس يرفض وانه هيستنى امه وان الناس كلها اختفت فهم هيروحوا فين يفوقوا لوك ويقول له يا ابني احنا الساعة 11 الصبح اطلع بص شوف هتلاقي الدنيا كلها سودة ازاي معرفش وانه مش عارف ايه اللي بيحصل وانه كده كده هيمشي بيه او بغيره ويقول له يا ابني تعالى معايا انا همشي بجد مش هزار وفجأة تدخل عليهم الدكتورة روزميري وتقعد تدور على ابنها وهي في صدمة عصبية لدرجة انها ضربت عليهم نار وتترجهم يساعدوها بيسحبه واللي انقذه هو الكشاف اللي معاه اشتغل فجأة ويروح بسرعة لقرب ضوء منه عشان يحمي نفسه بتهدى الدكتورة روزميري ويقول لها لوك انت ازاي جيتي هنا والنور اللي معاك ده جيبتي منين تقول له هو انت اللي معاك ضوء وتطلع ضوء لعب الاطفال بينور في الضلمة وبدون بطاريات كمان ولكن سؤالها لو الناس كلها اختفت اشمعنا احنا مختفناش ويسمع لوك صوت حد بينادي عليه ساعدوني ولما يخرج لوك يرفض يساعده ويقول الحظه وحش بقى هنعمل ايه ولكن بسبب ضغط روزميري عليه بيقرر يروح يساعده ويقول لهم ما تفتحوش الباب غير لما ايجي ويروح بسرعة على بول يلاقيه مصاب ويحاول ينقذه ويشغل الشماريخ عشان تبعد الظلال عنه ويجرب سرعة للكازينو وخلاص قربه ولكن الشماريخ بتخلص والظلال خلاص هتحصرهم ولكن تفتح روزميري باب الكازينو وينور ليهم وبتحاول تفوق بول المصاب ويقول لها هو انا في الجنة ويقول ان الظلال ضربته وكانت هتاخده المكان بعيد بس كشافه اشتغل فجأة وهو اللي انقذه وكل اللي سمعه همس فقط حاجة بدون جسم او روح حتى ولا حتى بدون ويش وانهم بيحربوا عشان يعيش وانه فكر في كل الطرق اللي ممكن يختفي بيها الناس سواء جزيئات او اكوان متوازية او كعنات فضائية او سخب اسود ولكن مفيش حاجة تفسر الظلال اللي بتخطف البشر ده شيء غير منطقي على الاطلاق وتقول روزميري انهم مختفوش مع البقيين لانهم عملوا حاجات وحشة كتير في حياتهم وان ده عقب من ربنا ليهم لضعف ايمانهم اكن البقيين في الجنة وهما محبوسين في النار بينزلوا يبصوا على المولد يلاقوا سخن ويتطروا يخففوا الحمل من عليه ويقعدوا جنبه ويقول لوك لبول هيستمر لحد امتى يقولوا شوية ساعات او شوية دقايق معرفش وبترعش الكهرباء تاني ويحكي بول عن جزيرة رونوك انها زمان كانت محتلة من بريطانيا وفيها 117 ساكن وفي يوم سفينة مؤن جات لهم من بريطانيا بس للأسف ملاقوش اي حد منهم غير هضمهم واغراضهم وقعدوا يدوروا ويحققوا ملاقوش غير الكلمة واحدة بس محفورة على عمود كرو آتون ومحدش عارف سرها لحد الوقتي حالة بول بتسوق ويفتكر لوك اللي شافه لما كان في الشركة اللي شغال فيها لما الاضاءة كلها اشتغلت فجأة ولما شاف الاعادة بتاع تسجيل الحلقة يلاقي ان الدنيا ظلمت في ثانية وبعد كده كل المزعين اختف ويلاقي واحد مسجل في شيكاغو بيقول انها ظاهرة طبيعية وانهم لازم يتكيفوا معاها وانه سمع اخوه اللي مات بينادي عليه في الظلال واكنه بيدعوه للموت ونصيحة للناس المتبقيين ما يسقوش في اي نور غير اللي مسكنوا في ايدوه لان الظلال دي خداعة ويقول لك للكل انهم لازم يمشوا من هنا فورا وانه فيها عربية لو شغلوها هيبقى عندهم فرصة يمشوا وان فيه بشر ناجين زيهم في شيكاغو وانهم هيسحابوا العربية هنا ويشحنوا بطاريتها بالمولد ويمشوا وانه هيمشي بيهم او بدونهم بس هيحتاج شوية مساعدة وانه ما زال عايش عشان عنده ارادة انه يعيش لاخر لحظة وممكن تكون فعلا عاصفة وهتخلص وتكون بداية جديدة مش نهاية وتقرر دكتورة روزميري تروح معاه يجروا العربية وهم بيجرواها رجل لوك بتوجعه ويحتاج يريح شوية ويلقوا الطفلة تاني ويحاولوا ينادوا عليها ولكنها تخاف عشان الظلال اللي حواليهم وبيوع لوك لما يحاول يجري وراها ويشغلوا نور العربية يحميهم وبيسحابوا ويلقوا جيمس يعين الظلال خدته ويلقوا باب غريب تفتح فجأة ويدخلوا يمكن يكون مخرج ليه ويقعد يمشي يتبع الصوت اللي بينادي عليه ولكن يلاقي حيطة سد وانه كان فخ من الظلال واخر كلماته انا موجود وكل ده كان تخيل ويلقوا جيمس بول ولكن هدوم بس والظلال خدته تروح روزميري ولوك المستشفى عشان تعالج رجله المصابة وكمان يستخدم لوك الكحول عشان يولع فيه وينور ويحميهم من الظلال وتقول روزميري ان في مخزن كحول في المستشفى هتروح تجيبه هتروح تجيبه وتيجي ولكن يلاحظ لوك انها تأخرت وتلاقي روزميري صوت ابنها بيعايت وكمان عربيته ونور حواليها ولما تروح على مصدر الصوت تلاقي العربية فضية وده فخ من الظلال برضو وتحصرها وتقبط على روحها وتحصرها وتقبط على روحها بيزعل وبيتداق جدا لوك على روزميري وان كمان الظلال شريرة وخداعة بتوقعك في فخاخ عشان تاخد روحك وبينجح يوصل لجيمس ويعاني من خوفه يحضنه ويروح يربط بطارية العربية بالمولد ويحاول مرة واثنين والظلال بتحاول تحصرهم ولكن اخيرا بتشتغل العربية وبيركب لوك ويمشو بسرعة وبيلاحظ جيمس الكنيسة اللي راحت لها أمه منورة وما يعرفش انه فخ من الظلال فيسيب لوك بسرعة ويجري على الكنيسة ويقرر لوك يمشي ويسيبه ويستلقى نصيبه ولكن بيقف لوك فجأة على كلمة غريبة جدا محفورة على الكوبري وهي كلمة كرواتون اللي قالها بول عن جزيرة رونوك اللي السكانها كلهم اختفوا في ظروف غريبة وجيمس خلاص هيقع في الفخ بيدخل بسرعة لوك بعربيته ويحاول ينقذه ولكن كانت التكلفة العربية تفصل والظلال تخلص على لوك بيتدهي جدا جيمس ويقعد يردد في نفسه أنا موجود أنا موجود وتشرك الشمس تاني وتنقذ جيمس اللي نم في سابع نومة وبتجيله الطفلة تاني وتقوله انت نمت مكاني ليه ويقعدوا يتعرفوا على بعض ويخرجوا يواجهوا العالم اللي كله اختفى مش عارفين ايه السبب كآخر متبقيين في العالم وبيلقوا بالصدفة حصان فيقرروا يركبوه في طريقهم للخروج من المدينة نحو المجهول ترجمة نانسي قنقر